أغلبية شعبية تتجاوز 85% قاطعة الانتخابات التي أفرزت كتلاً أقصيت بالقوى عن المشهد ليمسك بزمام الأمور الإطار التنسيقي الذي نصب السوداني رئيساً الوزراء هذا هو المعنى الحقيقي لقول السوداني في مقابلته مع قناة الجزيرة بأن شرعية حكومته منحها الشعب ووصل هو إلى الحكم عبر تداول سلمي للسلطة بيد أن أكثر من سنة تصارعت فيها ميليشيات الإطار وميليشيات الصدر للاستحواذ على السلطة السوداني الذي وصف نفسه أول رئيس حكومة جاء من الداخل يبدو أنه في هذه المقابلة ما زال في الخارج أو ربما يتحدث عن عراق آخر لم يعايش العراقيون يومياته المأساوية بكل تفاصيلها من قتل وتهجير وظلم واستبداد وفساد وطائفية تنضح بها الأروقة السياسية وتفوح من أفواه زعماء العملية السياسية ولسيما نور المالكي في البداية وصف السوداني الدستور الذي كان يمليه الحاكم الأمريكي بول بريمر بأنه دستور كتبته أياد عراقية وللمفارقة أصحاب هذه الأياد وصفهم بريمر كما ذكرت واشنطن بوست بأنهم كذابون ولصوص وذئاب مسعورة ثم يعرج السوداني على الفساد المستشري معلقا كل أسبابه على ما يصفها قوى الإرهاب والنظام السابق وكأن مليارات الدولارات التي نهبت وما زالت لم تذهب إلى جيوب قادة الميليشيات وزعماء الكتل السياسية ولم يفوت السوداني الفرصة لينظر بالمفهوم الوطني الذي ساد بزعمه بعد عام 2003 متناسيا مئات الجرائم والمجازر التي ارتكبت بدوافع طائفية لا يمكن إخفاؤها كما لا يمكن إخفاء ولائي هذه الميليشيات للمشروع الإيراني العبارة الصحيحة التي وردت في حديث السوداني هي أصالة الشعب العراقي ووطنيته وبالفعل تلك الوطنية التي أنتجت ثورة لن تتوقف حتى إسقاط العملية السياسية بكافة رموزها